السلام اغزالة ديالي كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير وانتم ما كنتشاهدوا هات الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة ومختلفة على القناة بالنسبة الوصفة دياليو ما رهماسك البنات اكتر من رائع هدية لكل عروس لكل بنات والسيدات المنقذ اللي في اخر لحظة كيعطيك واحد البياض وواحد الاشراقة وواحد اللمعان خطير البشرة ديالك الى عندك مناسبة وبغيت يتباني بالله رفوس احبابك واهلك وناسك غادي تبعي هذا الماسك هذا ثلاثيام البنات ثلاثيام وارجعي للقناة والغير الاشتراك ديالك الى معاشبك هذا واكيد غادي ترجعي من بعد ثلاثيام وغادي ترحميلي يا والدية وهذا الشي اللي بغيتها البنات بالطبس وبغيت الدعوة ديال الخير منكم انتي عروسة وبغيت شي حاجة تبيضك بسرعة فهذا الماسك هدية مني لك خليك مع الفيديو للاخير باش تعرفي على الوصفة على بركتي الله كيف كتشوفوا معي المكونات ديال الماسك ديالنا كلهم طبيعيين وكلهم توفرين في البيت ديالنا كيف كتشوفوا خديت واحد البطاطا ماشي مهم حمراء ولا بيضاء واحد البطاطا صغيرة قطعتها قطع صغيرة وقدرتها تسلق قطرت معها غير شوية ديال الماء حيتاش ما غاديش نحي نديرو بزب ديال الماء باش ما نضيعوش غادي نخليوها حتى كتشرب داك الماء زيان عاد كان ناخذوها كيف كتشوفو غادي نبقاش فيها الماء باش ما نضيعوش فيه كأن نخليو حتى نشف صافي كانت هدي البطاطا ديالنا غادي نحاولو نمسوها مزيان مزيان البنات كيف كتشوفو معايا هاد الماسكة البنات راه شي حاجة واعرة انا ما كان بغيش نحلف على الوصفات ولكن هذا اقسم بالله العلي العظيم بانه غادي يعجبكم من اول تجريبة غير جربوه ويضاوموا عليه واحد تلتيام هاد الماسك هذا وغادي تلاحظوا الفرق من اول استعمال كلناك نعرفوا بان الوصفات طبيعية ضروري من المداومة لها ولكن هاد الماسك هذا راه تلتيام البنات غير جربه تلتيام كنا نقولها ونعود نكررها يجربه تلتيام ورجع عندي وعطيني رأيك فيه اكيد البنات غادي يجبكم غير جربوه وما تعجزوش بان راه الماسك خطير بزاف بلا ما نبقاك نشكر لكم فيه غادي تجربوه وغادي تلاحظوا الفرق بنفسكم سوفيك ان نمعكو هاد البطاطة دياننا مزيان مزيان كيف كتشوفو باش مكوش لنا في هادوك الحبيبات بزاف ويجينا الماسك جانس المكونات كاملة كيف غادي تشوفو سوفيك بدممك البطاطة ديالي بهات شكل هذا حتى تولي على هات شكل هذا سوفيك نضيفوه في باقي المكونات اللي كلهم كيعطونا بياض ولمعان واشراق البشرة وكيوحدو لنا البشرة ديالي اللون ديال البشرة ديالنا كيف كتشوفو المكونات كلهم توفرين في جميع البيوت اول مكونات اللي هو النشا كلناك نعرفو المزايا ديال النشا على البشرة لدينا واحد المعلقة ديال النشا وكذلك كانتنا معلقة قهوة سريعة الدوابان وعندنا معلقة حليب بودرة أي نوع عندكم وعندنا ثلاثة المعلقة ديال الحليب وعندنا بيضة بلدية إلا كانت بلدية كان أفضل سوف نضيفو المكونات ديالنا على البطاطا كيف كتشوفو قليل من الحليب وخليت حتى الأخير إلا كان القوام ديال ديال الوصفة ديالنا حاتر عاد غادي نضيف ذاك الحليب في الأخير كيف شوفو معايا ضفت المكونات كاملين للوصفة ديالنا وغادي ناخدو غير الصفر ديال البيض كيف كتشوفو طيب غادي نزيدو على المكونات هادو بالنسبة للبيض غادي نحتفظو بالوصفة أخرى طيب غادي نحرك هاد المكونات جيدا حتين دام جولينا مع بعضهم كيف غادي تشوفو معايا هاد المسكة البنات راه كيعطي واحد البيض واحد الاشراقة واحد اللمعان خاطير للبشرة والاهم ان مكوناتو كلهم متوفرين عندنا في البيض ديالنا ما غاديش نحتاجون شريو شي حاجة انا دائما قنشارك معاكم غير الوصفات اللي في المتناول للجميع باش جميع السيدات يستافدوا منهم ويجربوهم كنتمنى نكون عند حسن ظنكم مؤكد إلا جربتو هاد الوصفات راه غادي يجبوكم صافي خواتاتي كيف كتوفو غادي نخلط هاد المكونات مزيان كيف كتوفو هاد الوصفة البنات راهات بريمة وماسك في نفس الوقت راهة رائعة بزاف غير جربوها ما غادي تخسروها له صافي كيف كتشوفو القوام عندي هنا ديالوصفة اعاقد بزاف فغادي ننضيف ذاك شويات الحليب اللي خليت وغادي نزيد نحرك بنسبة لهات الكيمية اللي درتها البنات را غادي تدي لكم ثلث ايام وتكون في الثلاجة ما تخرجوهاش من الثلاجة باش ما تخسرش لكم صافي كت تغطيوها وكتديروها في الثلاجة تبقوا تستعملوها لمدة ثلث ايام من بعد كتدت توجدو كمية اخرى بالنسبة لهات الوصفة البنات راه تديروها للوجه ديالكم للدين للرجلين اي منطقة بغيتو تتبيضوها فديرو لها هات الوصفة اختي الى وصلتي التال هنا في الفيديو ما فيها بات خلي واحد لايك ولعجبك الفيديو بارتاجيه مع الاهل والاحباب الله يجزيك بخير وضربية ليلة في القناة راه كين بساف ديال الوصفات منهم ديال التجاعد منهم تبيض منهم ازالة الكلف وكين زيوت لتسمين الوجهه ونفخ الخدود غير جربيهم ضربية ليلة صغيرة غادي يعجبوك الوصفات اللي كينين في القناة طفيك يكون هذا هو القوام ديال الوصفة ديالنا او الماسك ديالنا غادي نوضعوه معاكم على اليد ديالي غير تجريبة بسيطة انا غادي ما غاديش نخلي بساف ديال الوقت وغادي نغسلوه وغادي تشوفو النتيجه ما كيحتاش بساف ديال الوقت انا كنت نزروبه على الفيديو وهذا علاش مخليتش لماسك ديالي حتى استفدت منه البشرة بالزر باقسلتو ولكن راكيبان الفرق ما كاملاش دقيقة وغسلت لماسك ديالي غادي تشوفو راكيبان لكم الفرق من اول استعمال صراحة انا يدي ايه ولا وحالتهم مع رمضان ومع الاغسل معان ومع اشقه بساف راكم عارفين ومدر تشوفو صراحة يلا غادي نبدا في الوصفات من بعد ما اخرج رمضان ومع كان كنهم شغولين بساف وهذا را راكم عارفين صافي دا بعد غادي نبدا كان دير في الوصفات صافي البنات كان دهنوها مزيان وكان خليوها حتى كنت بدا تنشوف انا اخليتها غير واحد دقيقة وغادي نحييذها بها بطريقة الى بغيشو تخليوها حتى كنت نشوف شوية وقوموها بحركة ذائرية كيف كتشوفو راها كتبايد وكتنقلنا الجسم ديالنا او البشرة ديالنا كتخليها كتل مع واحد لمعنا ربنات راه عجيب اكيد غادي تنال اعجابكم هاد الوصفة غير صدقوني وجربوها هنا را خليتها ما كاملاش دقيقة كيف كتشوفو را كيبا لكم الفرق واضح وما زال من غادي نغسط ليدي غادي بان لكم بانه الوصفة راها فعالة غير جربوها كيف كتشوفو معايا كان هذا هو نتيجة ديال وصفة ديالنا غير جربوها اكيد غادي تعجبكم البنات راه الفرق كيبا لكم واضح الى اللقاء الى فيديو قادم ووصفة قادمة باذن الله